محافظة المنوفية تستجيب لشاكوة مشتنة وترفع أقوام القمامة بكارية البرانية في شاكوة في نفس الإطار أصحابها بيشتكوا من تراقم القمامة زي ما حدثتكم شايفين كده على الصورة ومخلفات الترع بكارية البرانية بمحافظة المنوفية مركز أشمون تواصلنا مع السيد محافظة المنوفية ومجلس مدينة أشمون وتم رفع أقوام القمامة والمخلفات زي ما حدثتكم كده شايفين في الصور يعني مجرد ان الزبناء اتصل ابوه الناس في محافظة الالم نوفية الحقيقة اموا بدورهم كمان بغى ان يكون فرق كبير جدا ما بين الصورتين ومين عندنا النهاردة مين عندنا النهاردة مين معاني بتاع الصور مين من ياوي يا من ياوي حبيب يا من ياوي ايوة ايوة يا من ياوي سلام عليك يا من ياوي بفكرني يا من ياوي بأعزم حضرتك فوق على فين جلش يا من ياوي كده صورة قبل وبعد يعني ايه احنا بنتكلم فيه كم فيه مشاكل في الطريق وكم فيه كذا وفيه كم فيه كذا الحمد لله رب العالمين احنا بنقدر يعني بنتجاوب مع حضرتكم في ازال اطار وبنعرض الامر على المسؤول احنا مجرد وسيط لكن وسيط وسيط فده امر مهم جدا تموين الشرقية بتستجيب لمنشت بتشديد الرقابة على افران الخبز وجنة كذا شكوى من اهالي مشتول السوق في الشرقية بيطلبوا بتشديد الرقابة على افران العيش وفيه اهالي كتير بيتضرروا من هذا الامر في وجود مخابز بالمدينة لا تلتزم بالمواصفات القياسية لوزن الغيف تم التواصل مع فضلية التموين بالشرقية وقفلت ان فورود الشكوى تم شن حملات تفتشية على مخابز المدينة واصفرت عن تحرير 166 محضر للمخابز المخالفة وجاري المتابعة المستمرة وتشديد الرقابة في هذا الاطار برضو الشرقية يعني خلينا نشكر الدكتورة اسماء عبد العظيم المتحدث الرسمي باسم محافظة الشرقية لانه الحقيقة الدكتورة اسماء واحدة من المسؤولين ومتعاونين الحقيقة بشكل كبير فلكي منا كل الاحترام والتقدير يا دكتورة وان شاء الله بإذن الله يعني نتابع مع حضرتك اكتر واكتر والحقيقة يعني فيه بعد فترة كده من العمل في هذه الشكاوى بيبقى عندك كده لوحة شرف لوحة شرف دي يعني ابرز المسؤولين اللي تعاونوا معنا وابرز المسؤولين اللي الحقيقة بيستجيبوا لينا والحاجات اللي زي دي لانه احنا الحقيقة مثلا ايه احنا من اول ما اشتغلنا يعني من اول ما اشتغلنا في مارس تلاتة مارس عشرين اتنين وعشرين اول ما اشتغلنا في هذا البرنامج واحنا الصفحة عندنا واحنا بنتعامل معها بكل احترام وتقدير وبنتعامل وزي مولا حضرتكوا كده احنا امبارح ماخدناش المشاكل زي عنا بصراحة بعد الحلقة ما خلصت احنا كده بن ايه بن اه بقى الرسائل مش عدي طب ممكن تبعتوا لي بس لان انا ما عنديش بيسبوك فممكن بس تبعتوا لي الرسائل وانا حشوفها بقدر الامكان لو في حاجة جاتلكوا اه بعتوها لي بقدر الامكان زي مولت حضرتكوا كده على الهواء حضرتك عايز تبعت حاجة ابعتها وبكل احترام وتقدير احنا اه اه نحاول بكاد امكان نمشي في هذا الاطار اه عند الشكوى بتاع التموين الشرقية والتشديد الرقابة والشرقية برضو بترد على شكوى منشطة عن تكسير بعض الشوارع وعادة الشيء الاصل قريبا بالزأزيق وفيه شكوى زي مولتوا حضراتكم انه اهل الزأزيق بيقولوا انه فيه تكسير في شارع المعهد الديني مما يعوق حركة السير للمركبات والمواطنين رئاسة حية اول الزأزيق قالوا انه تم فحص الشكوى بمعرفة الادارة الهندسية بالحي اللي هو القسم الرص وتبين انه جار حاليا اعمال تنفيذ كبري مزلقان منطقة الحسينية وسيتم رد الشيء الاصل عقب الانتهاء من اعمال الكبري